وصفتي لليوم أطيب وأسهل طريقة للشيز كيك بدون فرن خليكم معي لتشوفوا الطريقة أول شي بحتاج لبسكوتي الديجستف ضحنته كتير منيح مع بعض وبعدها ضفت عليه كاسة الأربع من الزبدة المذابة ذوبته بالمايكرويب لمدة 30 ثانية حركتهم كتير منيح مع بعض وحطيتهم بقالب الشيز كيك ضغطهم لتحت كتير منيح وبالنسبة لخليطي الشيز كيك رح أخلط 500 جرام من أي جبني كريمية بضيف عليهم نصف كوب من السكر المطحون برجع بخلطهم مع بعض وهلأ بضيف عليهم معلقتين كبار من لبن الزبادي معلقة صغيرة من الفانيلا و600 ميلي من كرامة الخفاء بخلطهم منيح مع بعض وهلأ على جناب رح أضيف ربع كوب من المي المغلية مع معلقة كبيرة من الجيلاتين البودرة بضيفهم على طول للخليط وبخلطهم بسرعة عالية وهيك بكون عندي الخليط جاهز وهلأ بضيفه فوق طبقة البسكوت وبفرده بشكل متساوي وبحطه بالتلاجة ساعة كاملة وبالنسبة للطوبينج أنا استخدمت الطوبينج الجاهز وفيكم تعملوا الطوبينج بالبيت رح أكتب لكم الطريقة تحت الفيديو وهيك بكونوا عندكم تشيز كيك جاهز بتحطوا بالتلاجة أقل شي ست ساعات وصحتين وألف هنا